بالنسبة لأشبال مصر الرقمية هل مثلا ممكن حد يبقى فتاني عادية ثالثة عادية دي مثلا ويدخل يحصل على هذه المنحة ويتضرب ويلاقي شغل عبر الانترنت فيبقى عنده مصدر داخل؟ ده سؤال هاي ليه بقى؟ لأن احنا كاستراتيجية لوزاة الاتصالات بنهتم بنقطة جمدة جدا وهي تصدير تكنولوجيا معلمات الاتصالات للخارج طبعا أول دولة في هذا المجال هي الهند صحيح احنا عارفين ان العمل الحر او الفريلانسنج ده النهاردة الهند سبقنا عندنا بنجلاديش عندنا باكستان عندنا وسترن يوروب يعني مثلا زي ايرلندا او غيرها احنا النهاردة مصر بتخطو خطوات واسعة جدا في هذا المجال سواء من خلال الفريلانسنج اللي هو العمل الحر عبر الانترنت او التعهيد اللي هو مثلا اللي هو الوفشوريج داخل داخل مصر طبعا احنا بنتكلم على الطلبة بتوعنا اللي هما بنقول عدادي التانية سنوي وعندنا تسكات انا هقول تسكت كتيرة وشغلانات صغيرة موجودة على منصات العمل الحر ممكن ان هما يتقدموا فيها يعني تصميم ديزاين للوجو تصميم صفحة ويب سايت دي كلها اشغال بسيطة جدا باثنين دولار وثلاثة دولار وخمسة دولار وسبعة دولار يقدر يعملهم في البيت في المهمة الوحدة بالزبط في التسك الوحدة او المهمة الوحدة ممكن ان هو يدخل ينافس ياخدها وبالفعل ان هو يبتدي يحط رجله في ايه في هذا المجال هل هل ده هيعطاله لا مش هيعطاله لان هو عنده هذه الموهبة تمام يعني اللي بيديزاين او بيصمم او كده كان بيعمل هذه التصميمات انما هو مش موجود على الصعيد العالمي النهاردة اقرانه في دول اخرى بيعملوا هذا الكلام وبيقدروا ان هم يتواجدوا بالفعل على منصات العمل الحر احنا ايضا من ضمن التدريب اللي هندي انه ازاي تدخل على منصة عمل حر ازاي انك انت تقدم الشغل بتاعك عليها وتقدر فعلا انك انت يعني يبقى عندك حاجة بسيطة تقدر انك انت تاخد منها يعني حتى عملة صعبة لا ويعني زي محددك قلت ان يكون طالب سنه صغاري يبتدي ان هو يشتغل ويفهم يعني او يجرب ان هو يكسب حتى لو مبلغ بسيط جدا دي مهمة جدا حتى عقله يقدر يستوعب اسرع وزي ما حضرتك قلت يعني فكرة استهداف المرحلة العمرية دي في حد ذاتها زي ما حضرتك قلت نقطة مهمة قوية